بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير أهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي الطلاب بإذن الله درسنا اليوم المهارات الحياتية معكم أنا الأستاذ عبد العزيز الغصاب وبإذن الله درسنا اليوم راح يكون عن المهارات الحياتية عنوان درسنا الزي السعودي مكونات الزي السعودي مما يتكون الزي السعودي ما هي الأزياء والملابس ومثال نستخدمها فعلى سبيل المثال عندنا الزي أو نرتدي الزي المناسب للزمان والمكان المناسب عندما نذهب إلى أداء فريضة الحج أو عندما نذهب إلى أداء عمره نقوم بلبس الملابس أو نرتدي الملابس التي تناسب الزمان والمكان الذي نحن متجهين له فإذا مثلا كنا متجهين لأداء فريضة الحج أو لأداء لأداء العمره لابد أن نحن نلبس ملابس نسميها ملابس الإحرام فلأداء فريضة العمره أو الحج يجب ارتداء الزي المناسب اللي هو الإحرام زي ما هو واضح صورته عندنا الرجل يلبس ملابس مخصصة لأداء هذه المناسب طيب أيضا عندما تقوم عزيز الطالب عزيز الطالبة بأداء أنشطة رياضية هل يصح أن تكون مظهرك وملابسك مثلا تذهب للعب تلعب كرة القدم تلبس ملابس غير مخصصة لها تلبس مثلا الثوب طبعا لا لابد أن تكون منابسك مخصصة لأداء هذا النشاط الرياضي عندما تذهب عندما تذهب مثلا تريد ممارسة رياضة السباح لابد أن تلبس ملابس مخصصة ومهيئة لهذا النشاط أو هذه الرياضة كذلك عندما تذهب لأداء أو عندما تذهب للعب كرة القدم وغيرها مثلا من الأنشاط الرياضية لابد أنك تكون بملابس بمظهر يناسب هذا النشاط اللي أنت راح تمارسه فتلبس الثوب عندما تكون تريد الذهاب إلى النشاط أو عندما تجد التذهب إلى مكان عام تلبس الملابس الرياضية عندما تريد أداء نشاط رياضي معين طيب عندنا هنا النشاط يمكنك عزيز الطالب أداء هذا النشاط فتقوم بتلوين عالم المملكة العربية السعودية زي ما احنا عارفين نلون عالم المملكة العربية السعودية باللون الأخضر أحسنتم والعبارة الموجودة في المنتصف هي لا إله إلا الله الكلمة الموجودة في المنتصف هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مع وجود صورة السيف أسفل العبارة يمكنك عزيز الطالب أداء هذا النشاط مع زملائك داخل المدرسة أو حتى أداءه وتقديمه عرضه على معلمك في المدرسة هذا النشاط ساعدنا في التعرف على عالم المملكة العربية السعودية وما تحتويه من كلمات داخل هذا العالم فزي ما قلنا العالم نقوم بتروينه باللون الأخضر مع التركيز على وجود عبارة أو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ممتاز أحسنتم ننتقل بعدها إلى النشاط التالي عندنا هذا النشاط يقول مكونات الزي السعودي ارسم دائرة بشكل الدائرة حول مكونات الزي الوطني السعودي طيب خليستعرض معكم مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي حتى نقوم أو نساعدكم على حل هذا النشاط الموجود أمامنا عندنا هنا مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي فأول شي عندنا زي ما هو واضح الشماغ عندنا الثوب عندنا العقاب سبقوا ذكرنا مكونات الزي الوطني السعودي العقاب الشماغ والثوب أنا الآن أظهر أمامكم مرتدي زي الرسمي السعودي فأظهر بلبس الثوب ألبس الشماغ أو الغترة ألبس ما نسميه بالعقاب خلونا نحل النشاط هذا مع بعض أعزائي الطلاب فنقوم بتحديد هذه المكونات اللي أنا تكلمت عنها أول شي قلنا من مكونات الزي الرسمي وطني السعودي الثوب أين توجد هنا عندي عزيز الطالب صورة الثوب هل هي هذه الصورة طبعا لا هذه الصورة طبعا لا هذه الصورة طبعا لا من مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي زي ما ذكرنا عندنا الشماغ أحسنتم الشماغ هو أحد أشكال الزي الرسمي أو مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي فذكرنا أن الشماغ من مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي أيضا العقال أحسنتم العقال أيضا من مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي التي تكلمنا عنها قبل شوي طيب باقي لدينا الصورة الأخيرة هذه أحسنتم هذه أيضا من مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي ألا وهو الثوب فعندنا مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي نعيدها مع بعض عندنا الثوب الموجود في هذه الصورة عندنا الشماغ اللي قمنا بتحديدها بهذه الصورة عندنا كذلك العقال اللي قمنا بتحديده في هذه الصورة طيب عندنا نشاط رقم اثنين لون مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي طيب رح نقوم مع بعض بتلوين هذا الزي الرسمي الوطني السعودي فزي ما ذكرنا عندنا الشماغ عندنا الشماغ فرح يتم تلوينه باللون الاحمر ممتاز العقال ويتم تلوينه باللون الاسود الثوب يمكننا تلوينه باللون الابيض زي ما هم موجود معنا ممتاز فإحنا هنا لونا مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي كاملة أوردنا فيها أن الثوب من المكونات الزي الوطني السعودي قلنا الثوب بألوانه الابيض أو الثوب الملون ذكرنا الشماغ بشكله الشماغ أو الغترة الشماغ الأحمر أو الغترة البيضاء مثلا العقال هذه تعتبر من مكونات الزي الرسمي الوطني السعودي طيب عندنا هنا نشاط آخر صل بين علامة صح والمظهر المناسب عند الخروج من المنزل هل يمكنك عزيزي طالب عزيزي طالبة أنت خرج من المنزل وأن بملابس البيت أو ملابس النوم أو تخرج من المنزل وأن تلابس جزء من الزي الرسمي الوطني السعودي تطلع وأن تلابس الثوب زي هذا الصورة أو تطلع وأن تلابس بميص البيت أحسنتم عندما نريد الخروج من المنزل لا بد أن نظهر أو نخرج من البيت لابسين ملابس مناسبة للخروج أحد هذه الملابس المناسبة للخروج هي لبس الثوب السعودي أتمنى بإذن الله أن نكون وفقنا اليوم في تقديم مادة ناسب قدراتكم أحبابي أعزائي الطلاب نلتقيكم بحول الله وقوة تفيدلتنا القادم إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته